موسيقى رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة بحل مشكلات المستثمرين والتهيئة ديئة الاستثمار في مصر تمهيدا لبدء الجلسات الفعلية مجلس أمناء الحوار الوطني يحدد الموضوعات التي تناقشها اللجان الفرعية معارك الشارسة بأن قوات الروسية والاوكرانية حول سوليدار والكريملين يقول أن توسيع العملية العسكرية باوكرانيا هو سبب تعيين القائد الجديد الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الوحيدة بتوقيت البيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاهتمام البالغ والمتابعة الدورية التي توليها الدولة لحل مشكلات المستثمرين وتهيئة بيئة الاستثمار في مصر وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء ذلك خلال لقائه وزيرة البيئة لمتابعة جهود حل المشكلات للمستثمرين ودعم مناخ الاستثمار في مصر حيث تناول اللقاء جهود الوزارة الحالية والمستقبلية لدعم الاستثمار المتضمنة قيامها بمراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكل القطاعات أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا على مختلف الأصعدة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وكذلك التنصيق إذا أكافت القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على المستوى الدولي أو في الجوار الإقليمي والمتوسطي المشترك وخلال لقائه سفير إيطاليا لدى مصر السفير ميكالي كوروني أعرب مدبولي عن تطلع مصر للبناء خلال الفترة القادمة على الزخم الإيجابي لللقاء الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني في شرم الشيخ على هامش قمة المناخ من جانبه أعرب سفير إيطاليا عن سعادته بفرص التعاون المتنامية مع مصر في مختلف المجالات مشيدا باللقاءات الثنائية رفعت المستوى بين مصر وإيطاليا في الفترة القليلة الماضية كما استعرض السفير الإيطالي عددا من مجالات التعاون الجديدة المقترحة مع مصر خلال الفترة القادمة في مجالات الطاقة والنقل البحري والاستصلاح الزراعي وغيرها أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية بثل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقع بين مصر والعراق وكذا تسريع وثيرة التعاون المتعلقة بمشاركة الشركات المصرية في جهود البناء وأعدة الأعمار في ربوع العراق وأعرب مدبولي خلال استقباله السفير العراقي لدى القاهرة عن تمانيات مصر بالتوفيق للحكومة العراقية الجديدة والتأكيد على مساندة مصر لكل الجهود التنمية والاستقرار في العراق ومن جانبه تطرق سفير العراق إلى التحذيرات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق مستعرضا أهم الموضوعات المقترحة على أن يتم تناولها خلال الاجتماعات كما أكد أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على آليات جديدة لتعزيز مشاركات الشركات المصرية في جهود أعادة إعمار العراق انتهى مجلس أماني الحوار الوطني على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من سياغة وبلورة المحاور الرئيسية الثلاث واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني والمقرر انطلاقها خلال أيام القليلة القادمة ومن المقرر يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وكان المجلس قد توافق على تسع عشرة لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي ويشمل الوحمر السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات مزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني سيد جمال بعد التحية يعني ما هي النقاط التي ستناقشها اللجان الفرعية للتمهيد لانطلاق الحوار على مستوى اللجان المختلفة كل اتحالي حضرتك ورسادة المشاهدين خلينا نقول أن مجلس الأمناء خلال ساعات قليلة سيزدل السطار على المراحل الإجرائية النقاشية التي احتاجت إلى بزيد من الجهد والوقت طوال الفترات الماضية لتطلق الجلسات الرئيسية للحوار الوطني عبر سلاسة محاور مهمة ورئيسية المحور السياسي وتضمن خمس لجان المحور الاقتصادي وتضمن ثمن لجان المحور المجتمعي وتضمن ثلجان إذن نحن أمام تسعتاشر لجنة يندارك تحت كل لجنة خمس موضوعات أو ست بعضها خمس موضوعات وبعض المحاور الأخرى ست موضوعات إذن نحن نتحدث عن مئة قضية ومئة موضوع اتفق مجلس الأمناء على ترتيب أولوياتهم حسب أهميتها أو أهميتها بالنسبة للدولة والأولويات العمل الوطني والقضايا الملحة والضاغطة كل مئة موضوع كل موضوع بيأخذ يعني ما بين يعني لو افترضنا أنه كل جلسة بيشارك فيها 30 حسب ما اتفق مجلس الأمناء إذن نحن أمام اختيارات من بين 3000 شخصية وخبير ومتخصص في كل مجاله عبر الثلاث محاور طب هل تم الاتفاق على عدد من الشخصيات في المحاور الثلاث المختلفة؟ النقاشات لا تزال يعني أو الأسماء يعني لا تزال يعني قيد البحث والدراسة بعضها تم حسمه وهي أسماء بارزة ولكن يعني دعني أؤكدك وأقولك بصراحة أنه اللائحة تمنعني من تأمن الإفصاح عن بعض المعلومات قبل صدرها في بيان رسمي وفقا لقود الأخلاقي داخل مجلس الأمناء ومدونة السلوك وغيرها لكن أبشرك وأؤكد لك على أن الأسماء جميعها من كبار المتخصصين والخبراء وهناك معايير تم وضعها بين مجلس الأمناء لاختيار الأسماء في مقدمتها الكفاءة وخص السلوك والسمعة والمصدقية لدى الرأي العام والشهادة له بأنه يعني صاحب خبرة وتجربة كبيرة في مجاله وبالتالي هناك إبحار كبير جدا في قائمة ضم كما ذكرت الحضرات نحو 3000 اسم وسيشاركون في نقاش لمائة قضية بما يمثل نحو في المتوسط يعني ما يزيد عن قرابة يعني 1500 أو 3000 ساعة أيضا وبالتالي هنا يعني الأسماء ممثلة أيضا من كافة القوى السياسية هناك الحركة المدنية هناك الأحزاب والحركة المدنية ثم تنجر عز الحركة الأحزاب الأخرى أيضا الكوى السياسية من ضرمات المجتمع المدني مؤسسات الدولة أصحاب المقترحات التي قدموها هناك شخصيات عديدة عشرات بالمئات الشخصيات قدمت المقترحات إلى الأمانة الفنية وكل هؤلاء سيتم مشاركتهم في الجلسات هل ستتحرك اللجان الثلاث أو المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في وقت واحد أم أن هناك أولوية لمحور عن آخر على سبيل المثال المحور الاقتصادي المهور الاقتصادي له أهمية لا شك وبكل تأكيد لكن خلينا نقول أن هناك توازي في النقاشات الجلسات ستعمل على مدار الساعة في مختلف المحاور الثلاثة لكن دعنا أقول لحضرتك أنه فيه توجه داخل مجلس الأمانة على أن القضايا الملحة التي تهم المواطن ستكون لها أولوية قصوى في تقديم المخرجات والنتائج وبالمناسبة هنا أؤكد أن وعد الرئيس عبدالفتاح الديفي هو تقديم لسيادته المخرجات والنتائج لإحالك إذا كانت تتعلق بالتشريع إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو إلى الحكومة إذا كانت تحتاج إلى تنفيذ طبعا أشكرا جزيلا شكر الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحيير الأرام العربي وعضو مجلس أمانا الحوار الوطني نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تزعم تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامنا مع تنفيذ خطة لتطويرها وأوضح المركز أن حديقة الحيوان ذات طبيعة خاصة ولا يمكن المساس بها أو قطع أي من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بها مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ خطة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها بهدف تعظيم الاستفادة من مقاوماتها واستعادة طابعها التراثي مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفسا للمواطنين لتكون حديقة الحيوان على غرار الحضائق العالمية المفتوحة بلا حواجز مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 577 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 362 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المضعومة تم ضبط 84 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توليد الأرز الشعير والبايع بأسعار من السعر الرسمي تم ضبط 260 طن وفي مجال البيع بأسعار من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط 17 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 386 قضية من بينها 116 قضية خبز نقص الوزن و113 قضايا خبز غير مطابقة وذلك غير مطابق للمواصفات في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 12 قضية بمضبطات 353 طن عقد وزير الخارجية سمح شكري برياد لقاء ثنائيا مغلقا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان شرى المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء المغلق بين الوزيرين يأتي قبيل بدء اجتماع للجنة المتابعة والتشاور السياسي المصرية السعودية وكان شكري قد بدأ زيارة إلى العاصمة السعودية رياد حيث يشارك في اجتماع للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية على مستوى وزيري الخارجية واكس نعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية على مستوى وزراء الخارجية بشكل دوري حرص الجانبين على التنسيق والتشاور المستمر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية كما يأتي نعقاد لجنة اتصالا بجهود البلدين المستمرة لتعزيز الضطام العربي في مواجهة التحديات الراهنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ادانت مصر التفجير الإرهابي الذي وقع أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الأفغانية كابل ما أسفر عن مقتر وإصابة العشرات وتقدمت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بخالص التعازي إلى ذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين مؤكدة إدانتها ورفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إلى جوبا بجمهورية جنوب السودان في زيارة الرسمية تستغرق يوما واحدا وأوضح مجلس السيادة الانتقالي أن البرهان سيجري خلال الزيارة مبحثات مع رئيس سيلفا كيرل ميرديت تتعلق بمصار العلاقات الثنائية وسبل دفع أفاق التعاون المشترك ويرافق رئيس مجلس السيادة وزير الدفاع المكلف إبراهيم ياسين إلى جانب مسؤولين سودانيين أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أنه سيدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل بجدول أعمال على رأس مكلف وشد دميقاتي على ضرورة عقد الجلسة أنه لا يمكن إعطاء سلفة لكهرباء لبنان بمرسوم مجلس الوزراء وليمكن التصريف بعكس ما ينص عليه القانون المحاسب وضحا أنه سيدعو للجلسة بصرف النظر عن من يمكن أن يحضرها أو يتغيب عن حضورها داعيا جميع الوزراء لتحمل مسؤوليتهم أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شايع السوداني أن زيارته إلى ألمانيا تتضمن خطة عمل مشتركة بين البلدين ومذكرات تفاهم جاء ذلك قبيل مغادرته بغداد متوجها إلى ألمانيا على رأس وفد يضم وزراء الخارجية والصناعة والهجرة إضافة إلى رجال أعمال وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الزيارة تتضمن بنودا مهمة تتعلق بالكهرباء حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم تنطوي على فقرات تمثل خطة واعدة للنهود بالقضاء القهرباء مع شركة سيمينز في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع مشيرا إلى أن الزيارة ستعرض فرصا مهمة في مجال الغاز الطبعي وفرصا أخرى في قطاع البتريكيماويات إلى جانب بحث التغيرات المناخية كشف الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد عن عزمه تشكيل مجلس أعلى للمياه موجها بأهمية التركيز لترشيد استهلاك المياه والاستعانة بطرق للرأي الحديث وخلال استقباله وفد اللجنة الوطنية لإنقاذ الأهوار أكد رشيد ضرورة الاهتمام بالأهوار واستثمار كل جهد ممكن لتوفير الحد المطلوب من المياه لإدامة عمل النظام البيئي فيها موضحا أن تكفيف الأهوار كان جريمة بكل المقيس ولا يزال العراق يدفع ثمن آثرها السلبية دعت الولايات المتحدة إلى سرعة البدء في تنفيذ خطة الأمم المتحدة الطارئة لإنقاذ ناقلة النفط صافر الراسية قبال تمناء السليف على البحر الأحمر غربي اليمن جاد لخلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شورمان مع المنصق المقيم للأمم المتحدة ومنصق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي حيث ناقش الجانبان متابعة التقدم المحرز بشان إطلاق عملية ناقلة النفط الصافر إضافة إلى الجهود الرمية إلى مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية في اليمن وأعربت المسؤولة الأمريكية عن دعم بلادها القوي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتجنب كارثة اقتصادية وإنسانية وبئية في اليمن والمنطقة حال انفجار ناقلة الصافر مشددة على ضرورة تنفيذ العملية بشكل فوري أعلنت الإمارات تعيين سلطان الجابر وزير الصناعة والمبعوث المعني بملف المناخ رئيسا لمؤتمر المناخ كوب 28 الذي تستضيفه بلاده هذا العام ووفقا لبيان فإن الجابر سيعمل على وضع جدول أعمال مؤتمر كوب 28 وسيلعب دورا محوريا في المفاوضات بين مختلف الحكومات للتوصل إلى توافقات في الآراء قررت مجموعة دول الساحل الافريقي نقل مقر قواتها المشتركة من مالي إلى عاصمة النيجر نيامي وفي بين أن أكد وزراء دفاع موريتانيا والنيجر والتشاد وبركينفاسو عزمهم مواصلة جهود مكافحة الإرهاب في إطار مجموعة دول الساحل الخمسة وعلن الوزراء عن مصادقتهم على الهيكلة الجديدة للمجموعة وعاد تنظيم قواتها المشتركة بما يمكن من إعطائها قوة دفع جديدة ويرفع منقدراتها القتالية قالت الرئاسة الروسية أن تعيين القائد الجديد للقوات المشتركة في أوكرانيا يهدف إلى توسيع نطاق العملية العسكرية وكان وزير الدفاع الروسي سيرجيش ويجو عين رئيس هيئة الأركان العامة قائدا عاما للقوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا ليحل محل سابقه بعد ثلاثة أشهر من تنصيبه قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا ساقهاروفا فإن أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق مؤكدة أن جميع الأسلحة التي قدمها الغرب لكييف هي أهداف مشروعة للقوات الروسية وفي مؤتمر صحفي أضافت ثغاروفا أن عدم الاعتراف بالحقائق الجديدة في أوكرانيا يطيل أمد الأزمة خاصة وأن الدول الغربية تستخدم أوكرانيا كدرع بشري أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق ونود أن نذكر بأن جميع الأسلحة التي قدمها الغرب لكييف هي أهداف مشروعة للقوات الروسية وسيتم تدميرها أو الاستيلاء عليها لقد قلنا ذلك بالفعل عدة مرات وعدم الاعتراف بالحقائق الجديدة في أوكرانيا يطيل أمد الأزمة خاصة وأن الدول الغربية تستخدم أوكرانيا كدرع بشري قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا مليان إن الجيش الأوكراني يقاتل من أجل الاحتفاظ بمدينة السوليدار بشرق أوكرانيا وأكدت المسؤولة الأوكرانية أن الوضع صعب على الأرض في ظل معارك وصفتها بالأشرس مع القوات الروسية وأوضحت أن الجنود الأوكرانيين يقاتلون بلا توقف أفدت تقارير إعلامية روسية بأن القوات الروسية تحرز تقدما مهما في منطقة بخموت وذلك بعد المعارك الشرسة التي شهدتها مدينة سوليدار شمال شرقي بخموت أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني أن المعركة مستمرة على جبهة سوليدار موضحا أن القوات الأوكرانية متمسكة بمواقعها من جهة أخرى قالت قوات موالية لروسيا أنها تمكنت من تحرير بلدة سوليدار في دونتسك بشرق أوكرانيا بالكامل وقتل المائة من الجنود الأوكرانيين معارك طاحنة شهدتها جبهة سوليدار بين الجيشين الروسي والأوكراني يستقوم وحدات من قوات موسكو بمحاولة السيطرة على المنطقة فيما تقاوم القوات الأوكرانية محاولة استعادة أراضيها بدعم عسكري ولوجستي من الغرب وفي آخر تطورات هذه الاشتباكات قالت قوات الموالية لروسيا إنها تمكنت من تحرير بلدة سوليدار في دونتسك شرق أوكرانيا بالكامل مع مقتل المائة من الجنود الأوكرانيين مصادر ميدانية أوضحت أن الجيش الأوكراني يقوم بإرسال المزيد من الجنود إلى جبهة سوليدار للقضاء على مقاتل القوات الروسية كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الجيش الروسي يتكبد خسائر فادحة في العتاد والأرواح على ذلك المحور الجانب الروسي أكد أيضا أن قواته تجري عملية تمشيط لمدينة سوليدار ومحيطها موضحا أن الجنود الأوكرانيين يختبئون في السراديب والمباني السكنية موسكو استهدفت سوليدار لتصبح منصة انطلاق لمهاجمة مدينة بخموت القريبة التي صمدت لأشهر في مواجهة القوات الروسية وهي مركز لخطوط الإمداد في شرق كييف وفي خطوة من شأنها حسم المعارك بين الجيشين الأوكراني والروسي وبعد شهور شهدت انتكاسات في ساحات القتال عينت موسكو الجنرال جراسيموف رئيس أركانها قائدا للعملية العسكرية في أوكرانيا في أكبر إعادة تنظيم حتى الآن لهيكلها القيادي العسكري الرئيس البولندي أندري تودا أعلن خلال زيارة إلى أوكرانيا أن بلاده مستعدة لتزويد كييف بأربعة عشر دباب سقيلة متطورة من نوع ليوبارد 2 على أن يحصل ذلك في إطار تحالف دولي يجري العمل حاليا على بنائه مشيرا إلى أنه يعتمد على دول أخرى للمساهمة في عمليات تسليم هذه الدبابات وبدوره رحب الرئيس الأوكراني زينيسكي بتصريح نظيره البولندي موضحا أن بلاده تتوقع قرارا مشتركا تشارك فيه دول إضافية أخرى مستعد لإرسال دبابات ليوبارد 2 ترجمة نانسي قنقر أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية أكثر من 230 جنديا أوكرانيا وإسقاط طائرة الأوكرانية من طراز سوء 25 في أجواء دونتك وأضافت الوزارة أن الهجوم الروسي في منطقة دونتك في شرقي أوكرانيا مستمر بناجح أعلن حكم إقليم خرسون أن هجوما روسيا تسبب في انفجار في مركز خرسون للولادة وقال حكم المنطقة ياروسلاف يانو جوفيتش إن الانفجار نتج عن قذيفة أطلقتها روسيا مع الحق أدرارا بمكاتب الأطباء لكن الموظفين والمرضى لم يصابوا بأذى أعلنت وزارة الخارجية الروسية إدراج 36 مواطنا بريطانيا إضافيا في القائمة السوداء من بينهم عدد من أعضاء مجلس الوزراء وممثل وكالات حماية القانون والصحفيين وذكرت الوزارة الروسية أنه على خلفية النهج المعادي لروسيا من قبل الحكومة البريطانية التي تواصل بنشاط تطبيق أليات العقوبات الشخصية وتقوم بحملة دعائية مكثفة بهدف تشويه سمعة موسكو وعزلها على الساحة الدولية تقرر إدراج بعض أعضاء مجلس الوزراء البريطاني وبعض ممثل الهيئات الأمنية وكذلك بعض الصحفيين في قائمة العقوبات الروسية التقرر إدداني الجميع حيث يتأكد الانتنظار على الساحة الدولية من صحيح المزيد الدولية من صحيح موسيقى موسيقى في ظل تزايد التأثير السلبي لرفع البنوك المركزية عالمياً لأسعار الفائدة واستمرار التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومع تعطل محركات الاقتصاد العالمي الرئيسية خفض البنك الدولي توقعاته للنمو للعام الحالي إلى مستويات قريبة من الركود للعديد من الدول توقعات البنك الدولي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.7% في العام الحالي وهي أبطأ واتيرة نمو خارج موجتي الكساد في عامي 2009 و2020 منذ سلاسة عقود تقريباً وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي في يونيو من عام 2022 توقعت المؤسسة العالمية أن يبلغ النمو الدولي 3% في العام الحالي البنك الدولي شدد على أن موجات التباطئ الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة بما يشمل خفضاً حاداً لتوقعاته للنمو إلى 5 من 10% للولايات المتحدة واستقرار الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ربما تكون نزيراً بحدوث كساد عالمي جديد بعد أقل من سلاسة أعوام من الكساد السابق المؤسسة الدولية أوضحت أسباب اتجاه الاقتصاد العالمي إلى الركود وأبرزها الظروف الاقتصادية الهشة دولياً خاصةً وأنها ستتأثر بأي تطور سلبي جديد مثل معدل أعلى من المتوقع للتضخم أو الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة لاحتوائه أو تجدد انتشار جائحة كورونا أو تصاعد التوتر الجيوسياسي بالأزمة الأوكرانية ووفقاً للبنك الدولي فإن التوقعات القاتمة ستكون صعبة بدرجة أكبر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النمية في ظل مواجهتها أعباء دين سقيلة وضعف نمو الدخل وطباط استثمار الشركات الذي من المتوقع حالياً أن يحقق معدل نمو سنوي نسبته 3.5% خلال العامين القادمين وهو أقل من نصف وطيرة العقدين الماضيين يسهر رئيس الوزراء الباكستاني شهباس شريف دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الحصول على حزمة اتصادية جديدة وسوف يسعى رئيس الوزراء الباكستاني أيضاً إلى تأجيل سداد قرد بملياري دولار للإمارات في الإسابيع المقبلة وسيجري محادثات لوضع النمسات الأخيرة على استثمار بملياري دولار في باكستان وفي الصين تسارعت معدلة التضخم السنوي خلال شهر ديسمبر الماضي مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية حتى مع تذبذب الطلب المحلي بسبب القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي خلال الشهر مع ارتفاع عدوى تفاشي كورونا واظرت بياناتهم من المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن مؤشر أسعار المستهلك في ديسمبر ارتفع بشكل متوافق مع التوقعات بنسبة 1.8% بالمقارنة مع العام السابق بزيادة عن النسبة المسجلة عند 1.6% في شهر نوفمبر الماضي وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بالصين وهو مقياس رئيسي للتضخم بنسبة 2% على أساس سنوي في عام 2022 مقاررة بالهدف الحكومي البالغ حوالي 3% قالت سلطات الأوكرانية أن كييف ستنظر في اقتراح من ناجيريا يتعلق ببناء مركز لوجستي مقصص لتوصيل الحبوب والمنتجات الغذائية وعقب اجتماع عقده مع وزيري الشؤون الخارجية والزراعة والتنمية الريفية الناجيرية قال وزير الغذاء والسياسة الزراعية الأوكراني أن أوكرانيا متهمة بتطوير مثل هذه المشروع اللوجستي وهي مستعدة للنظر في التفاصيل هذا وناقش الجانبان الأوكراني والنيجري إمكانية إقامة تعاون وتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين لسيما إنشاء مركز لوجستي لتوصيل الحبوب والمنتجات الغذائية بانتظام أعلنت شركة جازبروم الروسية أنها ستشحن 35.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا وهو ما يتماشى مع معدل تدفق الإمدادات في الأيام القليلة الماضية كان نائب رئيس الوزراء الروسي أليكزاندر نوفاكا قد صرح أن موسكو مستعدة لاستيناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب يعمال أوروبا وفي نهاية ديسمبر الماضي أكد نوفاكا على أن السوق الأوروبية ما زالت مهمة لموسكو مع استمرار نقص الغاز ومشيرا أيضا إلى أن لدى روسيا كل الفرص لاستيناف الإمدادات أعلنت رابطة الأعمال الأوروبية تراجع مبيعات السيارات الروسية 58.8% في 2022 وقالت الرابطة أن المبيعات تراجعت بنسبة 50.2% في ديسمبر الماضي وكانت صناعة السيارات في روسيا واحدة من أكثر القطاعات تضررا في القطاع الاقتصادي بعد فرض العقوبات الغربية العام الماضي على خلفية العمليات العسكرية لموسكو في أوكرانيا شهدت أسعار الوقود بمختلف أنواعه قفزة كبيرة في لبنان وذلك بالتزامن مع الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار الأمريكي الذي سجل في افتتاح التعاملات مستويات غير مسبوقة في السوق غير الرسمية التي يعتمد عليها بشكل أساسي في تسعير الوقود والسلع والمنتجات والملابس وأيضا حليب الأطفال وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية 47500 ليرة للدولار الواحد وهو مستوى غير مسبوق على الإطلاق وهو ما سيؤدي لارتفاع جميع أسعار الثلع في الأسواق وظل سعر الدولار في البنوك مثبتا عند 1500 ليرة للدولار الواحد وعلى منصة الصرفة الرسمية التي يتم من خلالها تدول الدولار خارج الحسابات البنكية ظل سعر 38000 ليرة للدولار كما أن سعر صرف الدولار الجمهوري لا يزال عند حد 15000 ليرة للدولار كشف دائرة الإحصاءات العامة الأردنية على أن معدل التضخم في ديسمبر ارتفع بنسبة 4.36% على أساس سنوية وتراجع معدل التضخم بنسبة 3.18% في ديسمبر مقارنة مع الشهر السابق وأشارت دائرة الإحصاء الأردنية إلى أن مجموعة الوقود والكهرباء والنقل والإيجارات من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع كشفت وكالة أسوشييتد بروس الأمريكية عن أزمة ارتفاع أسعار البيض في الولايات المتحدة ووضحت الوكالة أن تفشي إنفلونزا الطيور وارتفاع أسعار علف الدواجن والوقود وتكاليف العمال أدى لارتفاع أسعار البيض في الولايات المتحدة لأكثر من الضعف على مدار العام الماضي ما أدى لحدوث كثير من الصدمات في ممرات متاجر البقالة وسبب هذا الارتفاع في أسعار البيض ضغوطا على ميزانيات المستهلك والمخابز ومنتج الغذاء الآخرين التي تعتمد بشكل كبير على البيض أرنت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك في روسيا تسجيل أول إصابة بمتغير سلالة إميكرون كاركان في مقاطع البنزا وأكدت الهيئة أنه تم تسجيل أول إصابة بمتغير أميكرون الفرعي شديد العدوى في مقاطعة خلال برنامج مراقبة بيانات تسلسل جينوم الفيروسي وأشارت إلى أنه سجلت في روسيا مجموعة واسعة من متغيرات أميكرون الفرعية ولكن يبقى المتغير كراكان الأكثر انتشارة معركة لم تحسن بعد تلك التي تخوضها الإنسانية ضد جائحة كورونا التي تفاجئنا بالعديد من المتحورات وما زال العلم عاجزا أمامها ففي إفادة أخيرة صرحت منظمة الصحة العالمية بأن المتحور الفرعي المنحدر من متحور أميكرون والمعروف باسم XBB.1.5 أو كراكان ربما يكون المتسبب في زيادة حالات الإصابة بالفيروس وأضافت المنظمة أن اكتماعا فنيا عقد في الخامس من يناير لإجراء تقييم لمخاطر المتحور على الصحة العامة وأنه استنادا إلى خصائصه الوراسية وتقديرات معدل النمو المبكرة ربما يساهم متحور كراكان في زيادة الإصابات وتتجلى الصورة كاملة في الصين حيث منشأ الفيروس منذ ثلاثة أعوام والتي من المرقح أن يكون متحور كراكان قد ظهر بها وتسبب في تفشي المرض حيث يعاني القطاع الطبي من ردة سريعة بعد توقف سياسة صفر كوفيد التي اعتمدتها بكين فالأطباء المنهكون الذين يعملون لوقت إضافي والاختبارات والعلاجات التي لا توجد في أي مكان والعيادات التي تعاني من نقص الموارد تغمر المرضى في المقاطعة الفقيرة التي تشهد تفاوتا مؤلما في الرعاية الصحية بين المدن والمناطق الريفية فالمناطق الفقيرة تعاني نقصا مزمنا من الأطباء والمعدات والخبرة ولسيما في أنهوي واحدة من أفقر مقاطعة شرق الصين التي تضررت من كوفيد بشدة وضربت موجة كوفيد المقاطعة في النصف الثاني من ديسمبر وقيل إنه تم إصدار أوامر للعيادات المكتزة بإرسال المرضى المسنين الذين يعانون من أعراض حادة إلى مستشفيات أكبر في المدينة للحصول على رعاية أفضل فيما لا يزال النقاش العام حول عدد الحالات والوفيات من المحرمات ترجمة نانسي قنقر أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن خيبة أمله إذا قرار الصين تعليق إصدار التأشيرات للمسافرين اليابانيين ردا على تشديد توكيو الضوابط الحدودية على الوافدين من الصين لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا وفي مؤتمر صحفي قال كيشيدا إن اليابان قدمت احتجاجا إلى الصين عبر قنوات الدبلوماسية وطلبتها بإنهاي هذه القيود مؤكدا أن الإجراءات التي تتخذها توكيو على الحدود للقادمين من بكين مؤقتة وتستجيب الانتشار العدوى في البر الرئيسي للصين وضف كيشيدا أن بلاده قامت بمثل هذه الإجراءات حتى لا توقف التدفق الدولي للأشخاص قال مكتب رئيس الكوري الجنوبي إن التصريحات الرئيس عن إمكانية حصول كوريا الجنوبية على الأسلحة النووية كانت تعبيرا عن التزامه الراسخ بالدفاع عن الأمة ضد التهديد النووي المتزايد لكوريا الشمالية وفي بيان أشار إلى أن رئيس كوريا الجنوبية قد شدد في تصريحاته أيضا على أن بلاده يمكنها أن تنشر أسلحة نووية تكتيكية أو تمتلك أسلحة نووية خاصة إذا اشتدت استفزازات كوريا الشمالية مؤكدا أن مبدأ الالتزام بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ما زال قائما يزور رئيس الوزراء الياباني فومو كاشيدا كندا لإجراء محادثات مع نظره الكيندي جاستين ترودو لاتبادل وجهات النظر حول التحديات العالمية الأخرى مثل قضايا الغذاء والطاقة ويقوم كاشيدا حاليا بجولة في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة قبل قمة مجموعة السبع المقرر أن نعقادها في مدينة هاروشيما اليابانية في مايو المقبل قالت شركات طيران أمريكية أنها تتوقع عودة رحلات الطيران إلى طبيعتها اليوم بينما تكاثف إدارة الطيران للتحدي جهودها لمعرفة سبب العطل الإلكتروني الذي أدى إلى توقف رحلات الطيران فضلا عن الحيلولة دون تكراره وأرجأت وألغيت أكثر من 11300 رحلة طيران أمريكية وفقا لموقع فلايت أوبر الألكتروني وهذا من أول عام على مستوى البلاد لرحلات الطيران في نحو 20 عاما ألقت روسيا باللوم على أرمينيا في انهيار محادثات السلام مع أذربيجان بشأن منطقة ناجرونو كارباغ المتنزع عليها في أحدث مؤشر على الخلاف بين الحالفتين موسكو واريفان بشأن الصراع وقالت المتحدثة باسم وزارات الخارجية الروسية ماريا زغاروفا إنه من الصعب تقييم موقف ياريفان عندما تختلف تصريحاتهم الرسمية بشكل كبير هذا وتجري أرمينيا وأذربيجان وحدثات منذ أشهر للتوسط في اتفاق سلام بشأن ناجرونو كارباغ اكتشف تليسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا أول كوكب به تضاريس صخرية ويشبه الأرض ويصنف الكوكب خارج المجموعة الشمسية ويشكل 99% من قطر الأرض وكشف أتليسكوب أن الكوكب الذي يقع على بعد 41 سنة ضوئية من مئات الدرجات أدفأ عن الأرض ويكمل مداره في يومين نظمت تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا بعنوان مفوضية مكافحة التمييز وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني تناول صالونا مناقشة الأثر النفسية على الشخص الذي يتعرض للتمييز بالإضافة إلى تربية النشأ على احترام التنوع البشري وتقبل الآخر فضلا عن جهود الدولة في مكافحة التمييز الدستور زي ما كلنا عارفين هو الوثيقة اللي بتوضح نظام الحكم في الدولة وبتضع خطوط واضحة لكافة الموضوعات القيمة الحريات التعبير عن الرأي علاقة الدولة بالمواطن كل هذه الأمور من أول دستور مصر شهدته دستور حديث في عام 1923 وحتى اليوم كافة الدستير أشارت إلى مسألة المساواة ربما لم تكن قضية عدم التمييز تذكر صراحة في الدستير القديمة لكن كانت هناك إشارة واضحة وإصرار دائم من كافة وضع الدستير على فكرة المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وعدم موجود تمييز على أي أساس سواء كان الجنس أو اللغة أو الدين أو أي أمور عرقية أو حتى لغوية عندنا دستير من أول سنة 2023 وجرت العادة دائما على أن الدستور بيضم مبادئ بتحدد العلاقة بين المواطن وبين النظام القائم أو بين المواطن والسلطة وبالتالي دائما لأن إحنا لو استرجعنا وده السبب اللي إحنا بنقول إن كل الدستير زي ما أوضح الدكتور بشير بتنص على مبادئ أساسية وهي العدل والحرية والمساواة وعدم التمييز وهذه مبادئ موجودة في كل الدستير لأن فكرة الدستور أساساً كانت نتاج لنضار طويل من أجل العدالة والمساواة التمييز يعني استبعاد مفيش حد في الدنيا أبداً بيحب إن حد يستبعده أو يهمشه أو يقلل من دوره وده بيعمل عملية من الإحباط الإحباط النفسي وإن أنت تستبعد كإنسان بغض النظر عن أي حاجة تانية سواء أنت كنت مختلف معي في الجنس في النوع في اللغة في العقيدة ده بيؤدي إلى التشوهات نفسية وإلى إضرار بدوري اجتماعي وإضرار بحالة النفسية وده بيشويه كمان الدور اللي أنا بعمله لو عايزين نتكلم على قانون ناجح لإنشاء مفواضية عدم التمييز لازم نتكلم عن مجتمع ممهد لمثل هذا لازم نتكلم عن تضافر جهود لازم نتكلم عن دور مجتمع مدني إزاي يبقى موجود لازم نتكلم عن دور إعلام لازم نتكلم على مشاريع قوانين لازم نتكلم على جلسات استماع من أجل رصد شكاوى وأشكال عدم تمييز عشان يبقى عندنا أمبريلة كبيرة نقدر من خلالها نطرح مثل هذا القانون الهام فأنا أعتقد أن إنشاء المفواضية أمر مهم جدا ولكن قبل أن يكون هذا الأمر من المهم نبدأ أن يلاقي في نفس الخط مجتمع ممهد لصدور هذا القانون سلم محافظ الغربية طارق رحمي خمس أسر من قرية حنوت مركز زفتة خمسة منازل تم هدمهم وتجديدهم بالكامل في إطار جهود المحافظة لتوفير سكن كريم يليق بساكن القرى وخاصة للأسر الأكثر احتياجة وأقدر رحمي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري تهتم إلى جانب إقامة المشروعات وتطوير البناء التحتية بتدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصاديا اقتتمت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالحمروين التابعة لإدارة القصير الصحية ضمن مبادرة حياة كريمة حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 276 حالة بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء عدد 65 فحصا معمليا وإجراء عدد 21 أشعة سونار كما تم إجراء 48 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم الدولة لما تتخذوه وزارة السياحة والآثار من إجراءات تستهدف زيادة عدد السائحين الوافدين لمصر بصورة منطربة وخلال اجتماعيه مع وزير السياحة والآثار لمتابعة جهود الوزارة في ملفات العمل المختلفة أشار مدبولي إلى أهمية استكمال تطوير المقاصد السياحية والأثرية والترويج لها في المحافل العالمية وبلدان العالم تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال معرض أهل الرمضان بباب الشعرية ضمن أكثر من مئة منفذ تقيمها المحافظة في كافة أنحاء العاصمة تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق ويلقى المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين نظرا لانخفاض أسعاره عن السوق وأشر محافظ القاهرة إلى أنه سيتم نشر عدد كبير من المنافذ الجديدة خاصة في كافة الأحياء والمناطق الأكثر احتياجا للبيع بسعر الجملة تخفيفا عن كاهل المواطنين وستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية السابتة والمتحركة الموجودة بالعاصمة والتي يبلغ عددها أكثر من ألفين ومئة منفذ أقامت محافظة بن سويف بالتعاون مع وزارة التموين والغرفة التجارية معرض السلع الغذائية بمدينة إهناسيا ضمن سلسلة معارض أهل الرمضان الجري تنظمها على مستوى مراكزي ومدن المحافظة استعدادا لاستقبار شهر رمضان افتتاح المعرض يأتي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كهل المواطنين المعرض يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة للتصدي لموجة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار نحن موجودين حاليا في أحد المعارض التي تم إنشاءها في محافظة بنسويف من ضمن سبع معارض في سبع المراكز يعتبر المعارض رئيسية بالإضافة أنا عندي أربعين واحدة محلية برضو هننشف فيها حوالي أربعين شادر يقدم السلع التموينية والسلع الأساسية للمواطنين الأسعار حلوة وآخر حلاوة وشارينة وأسعار متهاودة ومية مية يعني وربنا يخللنا لسلطة الرئيس كل حاجة متهاودة وكل حاجة حلوة هنا في المعارض أنا اشتريت رز وشاي وزيت الأسعار كويسة عن برة الأسعار المعارض هنا كويسة في متناوين الجميع يعني أنا شايف فعلا الأسعار اللي موجودة هنا حاليا في المعارض مناسبة لمحدود الدخل طبعا بالمقارنة بالأسعار اللي موجودة برة في السوق لا فيه فرق بنسبة حوالي 25 أو 30% نهاية النشرة ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العنوين رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة بحل مشكلات المستثمرين وتهيئة بيئة الاستثمار في مصر تمهيدا لبدء الجلسات الفعلية مجلس أماناء الحوار الوطني يحدد الموضوعات التي تنقشها اللجان الفرعية معارك شريسة بين القوات الروسية والأوكرانية حول سوليدار والكريملين يقول ان توسيع العملية العسكرية بأوكرانيا هو سبب تعيين القائد الجديد انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري إلى اللقاء اشتركوا في القناة